اه الاهرام اوتو معاكم النهاردة في افتتاح طبعا المبادرة الرئيسية في مصر لموضوع تحويل السيارات للغاز الطبيعي جولة خاصة يكون معاكم بعد لحظات هندخل جوه القاعات الخاصة والمخصصة طبعا للعربيات اللي هيتم تحويلها والسيارات والشركات طبعا اللي هي مشتركة في المبادرة الرئيسية شركات كتيرة منها جنرال موتورز طبعا وفيت وهي كمان في تي في دي اللي هي مجموعة تحالف الغالان وغبور الحقيقة النهاردة ده كان الاتفتاح كان تم صباحا ودلوقتي المفترض ان احنا فتح خلاصة الجمهور وللاعلاميين هندخل القاعة وهندخل وهنشوف ومع بعض كده واحدة واحدة كده ونشوف شكاتري مشتركة ايه وهنشوف نظام التحويل ايه وهنصارد لكم كل حاجة طبعا هوا الدولات اتفتح للجمهور واحنا معاكم قاعة اربعة اهو ايه 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 امارد كيئة مشتركة بسيرنتو طبعا هنقول لكم عربية عربية بعد كده بس هيا احمد حلوة طبعا لكن اللي عرض لكم بس الاول من الناس المشتركة نشوف الناس منجلد ما تفتح نقول لكم جمهور اعدادة ديه ماشاء الله بفكرة اكثر منهم ممتازة نشوف الناس المشتركة مزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشتركة برضو شكرا شكرا هادي فيات مشتركة بأربعة مزارات فيات ممتازة سيزوكي غابور طبعا موجودة اوه وقساد بتاعته بصفة بايت هادي فوتون تحالف غابور والغلبان خمس سيارات وسيزوكي مودرنا موتورس هادي الجيوشي ده اليوتوبيس الجديد للجيوشي اللي عملونا في مصر ان شاء الله من الارغاز الطبيعي جاك من يجي تاني على تحالف الغلبان وغابور بسياراته دي في دي او شركة دي في دي نرجع تاني عشان في مفاجهة وبهلكو كمان ام جي داخلها كمان في المعرض نجي داخلها الحقيقة بعربيتين عربية جهرى باقية وعربية بالغاز الطبيعي اللي هي ام جي فايف هنشوفها دلوقتي احنا مع بعض وبعدين بعد كده هقفل اللاي فرجعلكو تاني هنشوف بقى ايه الاجنحة ونشوف المهندسين اللي هيكلمونا على العربيات اللي موجودة واللي معمولة شكل خاص جدا دي اهرام اوتو عادي المنصور ام جي زد اس اللي هي العربية الكهرباء بسارة كربية هنا الدنيا عربية كربية عاملة شغل جاملت اوي عرب مسارة كربية عربية زد اس اصبر علي اصبر علينا اصبر علينا جاي لكم انه احد واحد اصبر علينا اصبر علينا اصبر علينا مجلد ما تفتح ليس جمهور اعدادة دي لفكرة اكثر منهم امتازة الامضايب بسحل وحسن وصبر عليكم الجناح الخاص به الهيئات الحكومية المشتركة فيها اللي هي العربية للتصنيع طبعاً مش هي حكومية ولكن هي طبعاً مجموعة من الدول العربية مشاركة فيها ومصر طبعاً اللي هي العربية التصنيع هذه العربيات والعربيات طبعاً الناء كبيرة وهذه اليوتوبيس ده احنا هنا فيه الجناح الخاص به الانتاج الحربي مظهورة الانتاج الحربي الناس الوافة دي كلها اعزا لكم ان هما بيصوروا الشروط الموجودة على سكرين كبيرة جداً جداً ونصورها لكم برد زيهم بس هاف زيهم علشان تشوفوا كفها دي ايه محزول لكم برد ياه لا تهاني قليل ثانياً فإنما؟ اشتركوا في القناة